سنين طويلة وننثق في المحكمة الاتحادية على سلطة الشريعية بالبلد قراراتها باتة وملزمة على الجميع في ليلة وضحاها اختفى هذا النص لم تعد قراراتها باتة وملزمة بعد قرار معكمة التمييز ما سر هذا؟ البعض يسميه انقلاب هل هو انقلاب أم تصحيح؟ فيما يتعلق بالقرار الاخير الذي صدر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية التابعة لمجلس القضاء والذي بمجبه تم اعدام قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 102 لسنة 24 المتعلق بحدث عبارة من القضاء او الاعضاء الادعاء العام لكي يصار الى تطبيق قانون التقاعد الموحد بصورة مطلقة يعني قاضي عدة 30 سنة خدمة داخل السلك القضائي او خارجه تحسب فهذا الامر حقيقة جاء لعدة اسباب وراء اصدار قرار محكمة التمييز اول هذه الاسباب الدستور واضح وصريح انه اعتنق مبدأ الفصل بين السلطات بالمادة 47 وبالتالي ليس بامكان المحكمة الاتحادية العليا ان تنتقص من الصلاحيات والمهام المناطة بمجلس النواب وكذلك الحال بالنسبة للصلاحيات المناطة للسلطة التنفيذية سواء مجلس وزراء او رئيس جمهورية او حتى مجلس القضاء لهذا اليوم حقيقة المحكمة الاتحادية العليا نقر بان قراراتها باتة وملزمة لجميع السلطات لكن هناك تحول في الاتجاهات القضائية هذا الامر سبب وقوع محكمة الاتحادية في خطأ في تفسير نصوص الدستور نصوص الدستور واضحة وصريحة بالمادة 19 بالمادة 87 القضاء مستقل لا سلطان عليه الا للقانون ما هي الجدوى ولماذا ذهبت المحكمة الاتحادية العليا الى ان تتدخل في تقاعد قاضي تابع لمجلس القضاء الاعلى المحكمة الاتحادية اختصاصاتها محددة بالمادة 93 رقابة على دستورية قوانين وانظمة نافذة تفسير نصوص الدستور وليس من بينها تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسند 2014 لكي يصار الى شمول القاضي به من خلال حدث عبارة القضاء والمدعين العامين لهذا اليوم هذا الصراع حقيقة لا يمكن ان نسميه صراع بقدر ما هو اختلاف في وجهات النظر هذا اعدام قرار المحكمة الاتحادية بسبب بسيط تقاعد قاضي يعني انا تسألني كرأيي الشخصي وحتى طرحناه في وسائل التواصل وفي الاعلام اخونا القاضي عبد الرحمن اضوى المحكمة الاتحادية من قدم تنحي من المحكمة ليش وما يعرف ان المحكمة الاتحادية لا يوجد في القانون او في الدستور او قانون المحكمة شيء اسمه التنحي نعرف شغلت يا نحن اما استقالة من المنصب او احالة للتقاعد هو من طلع بالتلفزيون وقال المحكمة انتهكت الدستور وخرجت على الدستور ما هي جريمة جنائية ارتكبها السيد رئيس عضو المحكمة الاتحادية من طعن في المحكمة اللي هو كان جزء منها والمحكمة اتغاضت عن تحريك دعوة جزائية فاليوم محكمة التمييز جاءت لتصحح القطاء الدستوري